من جانبها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن روا أن تواقمها لن تتمكن من استلام المساعدات من معبر رفح بعد نفاذ الوقود من شحنتها وقال توماس وايت مدير شؤون وكالة الأن روا أن العملية الإنسانية في غزة سوف تتوقف خلال 48 ساعة القادمة لعدم استمح بدخول الوقود إلى القطاع مضيفا أن اثنين من متعهدي توزيع المياه للمتعقدين مع الأن روا توقفا عن العمل بعدما نفد منهما الوقود وأوضح أن ذلك سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب